اشتركوا في القناة لا تنثروه نثر الدقل أي التمر الردي ولا تهذوه هذ الشعر أي السرعة في القراءة قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة القرآن نور للقلوب طمأنينة للنفوس بهجة للأرواح النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه